موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم معلمي ومعلمات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتتبع تسلسل بيبدأ بالسؤال الرئيسي وأهداف الدرس نتفاعل معاً ونستكشف ونراجع ونقيم وده من خلال تطبيق كن أنت الخبير وفي الحلقة دي هنركز على جزء هنستكشف وهنقرف مع بعض إيه الهدف منه وإزاي بيتم تناوله وبيتيح للجزء ده للتلاميذ أنهم يتناقشوا أكتر في المعلومات اللي توصلوا ليها أو بيقوموا بمهمة متعلقة بالمحتوى كما يوفر هذا الجزء للتلاميذ فرصة جيدة لإظهار التنوع في أرأهم على سبيل المثال في الدرس الأول لنستكشف واللي بيقول أنه ليس من الضروري أن تكون عالماً أو مهندساً أو عالم أثار أو حتى شخص راشد لتتمكن من استخدام التكنولوجيا وبيطلب من التلاميذ البحث عن أجهزة تكنولوجية مختلفة من خلال استخدام شبكة الإنترنت والتحدث إلى المعلم أو الأسرة أو الأصدقاء عن أي نوع من الأجهزة التكنولوجية اللي ممكن تستخدم لاستكشاف منطقة ما وبيطلب التدليل على إجابة التلميذ وإزاي بيمكن للجهاز أنه يساعد في عمل التلميذ الاستكشافي الهدف من النشاط ده التعرف على أنواع التكنولوجيا المختلفة المستخدمة لاستكشاف الأرض وده من خلال البحث والمناقشة وعشان نضمن فعالية المناقشة بين التلاميذ دليل المعلم بيوجهنا لاستخدام استراتيجية نقاش ضمن مجموعة من اتنين لأربعة واللي بنقسم فيه التلميذ لسنائيات لمنقشة السؤال المطروح وبعدها بنضم كل سنائي لسنائي آخر لتشكيل مجموعات من أربعة ومنقشة السؤال من جديد والاستراتيجية بتأكد على أن أهم أهدافها إتاحة فرص تنوع لأراء التلميذ واستماع التلميذ لأكثر من رأي فعشان كده التلميذ بينضموا لسنائيات أو مجموعات متعددة بعد ما بينتهوا من نقاشاتهم في سنائيات أو مجموعاتهم الأصلية وحرصا مننا كمعلمين وحضراتكم على إتاحة الفرصة للتلميذ أنهم يختاروا زملائهم في السنائيات أو المجموعات المفروض تكون منضبطة يعني نحرص على أن التلميذ بيشاركوا بالفعل وممكن مثلا نطلب منهم يسجلوا أفكارهم وأفكار زملائهم كتابة عشان نضمن أنهم بياخدوا العمل الجماعي أو السنائي بجدية وأثناء تطبيق الاستراتيجية دورنا أننا نقدم ليهم الدعم من خلال التجول داخل الفصل وسماع النقاشات وتشجيعهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة إذا لازم الأمر وإعطاء تلميحات أو إرشادات للتلميذ المتعسرين مثلا وتسجيل أكتر الأفكار ابتكارية على الصبورة ومشاركتها مع التلميذ فيما بعد وكمان الحرص على إعادة وضبط النقاشات واللي ممكن تخرج عن الموضوع أو عن بروتوكول العمل الجماعي عن طريق إرشاد التلميذ للتزام المسئولية في أثناء عملهم السنائي أو الجماعي وفي مثال آخر في الدرس الرابع بنقسم التلميذ إلى مجموعات لإعداد رسم تخطيتي شبيب رسم تعرضوا ليه قبل كده ولازم الرسم بتاعهم يتضمن شرح ما يحدث في كل مرحلة من مراحل استخدام العروض التقديمية مايكروسوفت باور بوينت مع وضع عنوان لكل خطوة من الخطوات اللي بيقوموا بيها إما باستخدام كلمة برمجيات أو أجهزة أو الاتنين مع بعض وهنا التلميذ بيقوموا بعمل مهمة بتساعدهم في التحقق مما تعلموا في مرحلة لنتعلم ودليل المعلم بيوجهنا لاستخدام استراتيجية العصف الذهني واللي بتتيح فرص أكتر للاستماع لأراء أكبر عدد من التلميذ وابتكار أفكار جديدة فبيتم تقسيم التلميذ لمجموعات من ثلاثة وكل مجموعة بتحدد فرد منها مسؤول عن تسجيل الأفكار وبنتيح ليهم فرصة للنقاش عن الأفكار المسجلة واتفاقهم على فكرة نهائية لمشاركتها مع المجموعة بالكامل وزي ما عرضنا مع بعض قبل كده أمثلة مختلفة لجزء اللي نستكشف وعرفنا ازاي التلميذ من خلاله بيقدروا يوضحوا أراءهم في المعلومات الجديدة اللي وصلوا ليها من خلال قراءتهم لنص أو مشاهدتهم لفيديو في جزء اللي نتعلم وده بيكون إما في شكل حلقة نقاش أو أداءهم لمهمة وتنوى الأنشطة اللي بيمروا بيه التلميذ في جزء اللي نستكشف بيكون ليه دور في تنمية المهارات المختلفة عندهم زي مهارتي التعاون والتواصل اللي ظهروا فيه مناقشاتهم اللي قلنا عليها قبل كده ومهارة الإبداع اللي ظهرت فيه تصميمهم للمخطط والتفكير الناقد اللي ظهرت فيه إنهم يدللوا على إجابتهم فيما يتعلق بالأجهزة التكنولوجية وإزاي ممكن تساعدهم في عملهم الاستكشافي كل ده بجانب تنمية وعيهم التكنولوجي وبكده نكون عرفنا مع بعض أهمية جزء لنا استكشف وإزاي بيتم تناوله داخل الكتاب وأشكاله وإنه إزاي بيساعدنا في تنمية المهارات لدى تلميذنا وإيه هو الدعم اللي ممكن أقدمه ليهم فيا ترى إيه أهم للسراتيجيات اللي هتستخدمها عشان تضمن إن تلميذك قاموا باستكشاف موضوع الدرس وإزاي هتقدر تطور منها على مدار الدروس وإيه الدعم اللي ممكن تقدمه لتلميذك نشكركم وإلى اللقاء